نكمل الكلام على البكتيريا الزرقى وبنقول انه في بيار رسمي نشر على موقع يوريك ألير اوضحت الدكتورة جيني الجانج من قسم يوسف حميد من الكيميا يوسف حميد ديبارتمنت أوف كيميستري ان النهجة دازي اتبعته مع زملاء ما هو الا خطوة لحوصنع اجهزة طاقة متجددة اكثر استدامة للمستقبل بتكلم هنا على ابراج نانوية تؤدي ضر الاكتاب الكهربائية نطالما حافظت البكتيريا الزرقى السيانوباكتيريا obacteria التمسيب الضوي وتعتبوا ان اكثر الكهنات الحية وفر على الارض الباحثين على استخلاص الطاقة منها عبر اعادة ربطazione التمسيب الضوي الخاصة بها والتي يتمه تحتاج البكتيريا الزرقى للكثير من ضوء الشمس مثلها سطح البحيرة التمسيب فيücke لابد من رقب بكتيريا باقطاب كهربائية من اجل استخلاص الطاقة التي تنتجها اخلال عملية التمثيل الضوي. وهكذا قام فريق كامبرج بتباعة اقطاب سلاسية الابعاد من جزيئات اكسيد المعادل النلوية مخصصة للعمل مع البكتيريا الزرع. اثناء قامها بعملية التمثيل الضوي. وتم التباعة الاقطاب الكهربائية على هيئة هيكل اعمدة شديدة تلتقرر ومكثفة بحيث بتتشبه مدينة صغيرة. وقد طورت فريق الجنج تقنية تباعة تسمح بالتحكم في مقاييسه الطول للنموذج المطبوح. مما يجعل الهياكل القابلة للتخصيص بدرجة عالية. وهكذا يمكن تنفيذ مجموعة واسعة من الابراج بارتفاعات مختلفة حسب الطلب. في بقى هنا بيتكلم على بصانع كيميائية متعددة للاستخدامات واوضاحة جنج للعبطاب الكهربائية البرجية التي طوروها في محصور جديد تتمتع بخصائص ممتازة لمعالجة الضوء. مثل برج سكني عالي يحتوي على الكثير من النوافذ. واضفة انه تحتاج البكتيريا الزرع لشيء يربطها مع بعضها. بعضا لتشكيل مجتمع بكتيري. وهنا يأتي دور اكتابة الكهربائية. التي تحقق التوازن ما بين الكثير من مساحة المسطحات. وكثير من الضوء. كما هي الحال في نطاحة سحاب زجاجية. واوضحت جنج ان البكتيريا الزرع هي مصانع كيميائية متعددة الاستخدامات. مؤكدا استخدام الاكتابة كهربائية النانوية البرجية التي طوروها يتيح لنا الاستفادة من مصار تحويل الطاقة في مرحلة مباركرة. مما يساعد على فهم كيفية تنفيذ عملية تحويل الطاقة. حتى نتمكن من استخدامها لتوليد الوقودة المتجدد. او لتوليد المواد الكيميائية. واحنا هنا عندنا نعمة بير الشمس موجودة طول في السنة. نقدر نستفيد من هذه التكنولوجيا. مع السلام.